الروتين هي كلمة مزعجة حتى لقلنا نحن الكبار فكيف حتى مع الأطفال نرمي اليوم لح نحكي عن الروتين والملل يعني هو الحديث دائما عند الأطفال والأهالي نقاش وجدال رح نتعرف عن الروتين الصحي للأطفال وخاصة بما يخص النشاطات والمدارس وكيف فينا نعود الأطفال عليه أكيد مع الأخصائية الاجتماعية رندا علي ديب نتخبرنا عنها الطرق الصحية ساعد صباحك وأهلا وسهلا فيك رندا أهلا وسهلا ساعد صباحك رندا وأهلا وسهلا فيك دائما متعودين على كلمة روتين أنه هي مزعجة كلمة روتين هي مزعجة جدا ولكن هنا مرة عم نحكي عن الروتين الصحي خلنا نعرف المشاهدين شو هو هلأ فعلا روتين رندا لأنه أنا دائما بنصحهم للأهل أنه يتبعوا روتين معين يكون ثابت للأطفال حتى إلهم بنشاطهم كثير بيتلافوا له بعدين ومثل ما ذكرته أنه يكون صحي يكون مناسب ما يكون ممل أو يعطيه شعور بالإحباط أو أنه في عنده كل يوم شيء معين مثلا هو ما بيقدر عليه لهيك لازم يكون الروتين في تنوع شو يعني روتين؟ يعني أنا حافظ على نشاطات معينة حافظ عليها بيوقات معينة وضمن إطار معين لما يكون أنا عندي هاي التفاصيل ثابتة وبشكل يومي أنا كتير بريح حالي كأم أول شيء وبعدين الطفل لأنه يفكر هلأ شو بدي قوم أعمل أهم الشيء بالعمر الصغير لما أنا بدي أبدأ بالخطوات الأولى لعوده على روتين معين أنا عوده على ضبط ساعته البيولوجية هذا كتير بريحني لبعدين بالمراحل لما بدي أكتسب مهارات جديدة يبليش يكون أكتر استقلالية فدائما الوقت هو خلينا نقول بمصطلح اللي نحن هلأ كتير نحن منتداول فيه هو إدارة الوقت تماما أنا علم طفلي من وقت بكير كيف يكون عنده إدارة وقت مناسبة لحتى يلتزم بأشياء أو نشاطات معينة تخلي للمستقبل يكون عنده أهداف وفي عنده تطور معين بمهاراته وبتكوينه الشخصي نعم طب بريندا كيف فينا نخلي الأهل يعودوا أطفالهم على الروتين الصحي خلينا نقول وخاصة مثل معلنا بس خلص المدرسة والربيع وهالقصص جاي الصيف وجاي رمضان والعيد وهي القصصين بيحبوا أنه يكسر الروتين كيف هي الأنفية توازن بين هالقصص زكرت نقطة مهمة اللي هي كسر الروتين نحن دائما بأي خطوة لما نحن بنعمل ببناء الشخصية بيكون في قفزات فكتير حلو أنه يكون في كسر الروتين فيها لحتى قدر أنا أعطيها المساحة دائما الروتين أنا بقول لهم في بنية شخصية للأطفال اللي بيكون في عندهم لازم يكون روتين آسي صارم حازم يكون فيها التزام وفي طبيعة شخصية تانية نوع تاني من الأطفال لازم يكون أكتر مرونة ويكون دائما في تبديل بالروتين أو بالنشاطات اليومية نحن كيف نبدأ أول شيء لازم أنا أحببه بالفكرة ما يكون حاسس أنه هذا عبء عليه أو التزام في نقطة كتير مهمة أنه التنشئ الأسرية بالبيت لما تكون هي أساسا محافظة على روتين معين حقلك مثلا خليني أخذ جزء يكون ثابت للمسا وجبات الغداء مثلا زيارة التيتا كل أسبوع مرة مثلا لما بيكون هذا النشاط ثابت فهو فاغده أنا من الثابت الأساسي اللي ما في تبديل فيه ممكن يكون في مرونة أكتر أنه مثلا نهار تعبان فأنا مثلا ممكن ألغي فكرة معينة نهار حسيته لأ متحمس أنا ممكن أعطيه مهمة زيادة فهون أنا بلعب بموضوع الروتين والمرونة طبع اللي بقدر حطه فيه ويكون دائما بالنسبة للطفل حاول قد ما أقدر يكون شيء حسي ملموس يكون هو عمل نشاط عمل ساعة مثلا مقسم فيها أوقات نهاره عمل جدول تعزيزي معين كلمة أنجز مهمة يحط جنبه إشارة أنه أنا شو أنجزت هذا يعطيه نوع من أنواع الحافز والدافع لأنه يحقق شيء والأمنة بترتاح كثير أنه أنا طول ما ألعب طب أنا هلأ شو بدي أعمل طب أنا هلأ بدي أمشي نروح مثلا ننزل على المال أو عطيني موبايلك شوي فلما بتكون هذا الموضوع واضح بساعات وأوقات محددة فهي كثير حترتاح من هذا الجدل وهذا النقل طبع أنا هلأ شو بدي أعمل أو شو بدي أساوي طيب كثير ما نشوف يعني أهل وخصوصا هلأ بنحل الفصل الدراسي الثاني بعضهم نعب يعانوا مع أطفالهم بموعيد الأكل الدراسي للنوم إلى آخره خلينا نبلش معهم نعطيهم هيك نموذج لروتين صحي يومي ممكن يتبعوا هلأ مثل ما ذكرنا نحن أول شي بنبدأ بالخطوة الأولى اللي هي الوجبات الغداء فترات النوم الفئة الصبح متى ما أنا هدول سبتتون وحاولت يكون في هذا التواصل الأسري اللي هلأ الأسف نحن عم بلش نفقده مثلا نتغدى سوا نتعشى سوا نقوم الصبح نفق سوا على نفس الوقت هاي عم بيكون فيها يكون وضع استهلاكي أكتر طبعا بدأت لحقت فيه الأم أنه يلا البيس كلك أوامر يلا ضب شنطيتك يلا أم منزل فهذا الموضوع لما بيكون من الأساس منظم بروتين المسائي اللي هو قبل النوم فهو يمحضر اتيابه محضر غراضه عرفان شو بده يعمل بلش بقى هو ساعته البيولوجية لحالة تتأقلم مع هذا الموضوع ننقل هون للخطوة الثانية اللي هي أنا حطله لما بده يرجع كيف بده يقضي وقت فراغه اللي هو مثلا أنا عندي مثلا ساعة لأني رفية ساعة لأني أعمل نشاط بحبه ممكن يسجل بكورس معين إذا كان عمر أكبر شوي مواهب نشاطات دائما لازم يكون في هذا الشيء محدد موجود له ومثل ما أذكرتي يكون صيف شتى يعني مو بس بالصيف وبعدها أنا بلغي بالشتى يكون على مدار العام ولكن تفرق المرونة فيه أنه يكون مثلا بالصيف أوقاته أكتر من فترات شتى حلو كتير تبلش كأم تدخل العادات الإيجابية اللي هي مثلا عشر دقايق راية قبل النوم مثلا كل مثلا يوم أيوم لا حنطلع نمشي شوي بالحديقة تعطي مهمات بالبيت يعملها أنه أنت اليوم دورك مثلا بين أخواتك لأنك تساعدني مثلا بالغرفة أو شي هاي الأمور الروتينية اللي بتكون ثابتة وبنفس الوقت بتعلمه الصبر بتعلمه كيف هو ممكن شئله في أشياء ممكن يحصل عليها أشياء لا بده ينطر وقت لياخدها سواء كان لدي المكافآت أو المهام وبنفس الوقت بتعلمه المشاركة بتعلمه المسئولية الاستقلالية هاي كله أنا ببداها بخطوات بسيطة كتير بعمر بكير وبتلافى النقاش اللي هلأ أكتر شي نحنا مني بيعانوا منه الأمهات اللي دائما عم تكون تقول له يلا عميل قوم هلأ ساوي شوفي عندك وظائف اكتبة فرشي سنانك غسل هاي التفاصيل كلها بتكون موجودة بقائمة معينة بالروتينو لحاله بشكل تلقائي هو بيصير بيتعود خلاص بيصير هذا الروتين ما عد فيه نقاش فيه صارت فيها بقات تناقش وتضيف أشياء أكتر صحيح طيب يمكن في خطوط عريضة كمان الام لازم تنتبه له بين الروتين والملل وخاصة الولاد لما ينقوا كتير وانه مالين مالين كيف هي الام تتعامل مع حالة الملل اللي بتترافق مع الروتين أحيانا أو تغيير الروتين مثل ما عدنا بين فصلين بين العطلة والمدرسة مثلا هلأ لما بتكون حتى نشاط هلأ هو بيكون نحنا مثل ما عم نقول لهم أنه خيريهم بين اختيارين تكوني أنت قدراني تنفزي للتنين أو هنه نضمن إمكانياتك فهي لما مثلا بتعطيهم أنه نحنا بآخر الأسبوع في عنا مثلا كل أسبوع ساعتين أنتوا اختاروا النشاط اللي بتكوني فهذا بيعطي هذا المعزز وبيعطي هذا الكسر للروتين دائما مثل ما نحنا بتحسي أنه مثلا مضغوطة آخر الأسبوع أنه بدك تعملي شيء يكون غير كل شيء عملتي طول أسبوعي فهذا الموضوع هو بيكون كأسرة كبيئة بالبيت هو أساسا موجود ممكن كتير لو أنحنا اليوم بما أنه بكرة عطلة مثلا نهار سبت اليوم رح نحط موفي وحضر أنا وياك مثلا فيلم نحضره فهي تفاصيل كتير بسيطة وضمن التعاون أو ضمن العلاقة الأسرية اللي بتكون بين الأم والشيء المشترك مع طفلة حتى مع الأخوة حتى مع الأب فهذا بيكون ممكن الزيارة لحدا من الأرائبين نحنا قلنا زمان مزايرينه هاي التفاصيل كلها هي بتكسر الروتين وبنفس الوقت ضمن إمكانيات أي أسرة وبنفس الوقت بتضلنا ماشيين على نفس الخط أنه أنا حمل طفلي هاي المسئولية أو هاي التشاركي الموضوع أنه دائما عنده شعور بالملال أو شيء نحنا لما نكون حاطين بالجدول التعزيزي لإدارة الوقت اللي هو بدأ يتعلمه أنه أنت عندك مثلا وقت فاضي شو بتحب تعمل فيه اختار ممكن يحط عدة أنشطة وكل يوم مثلا من العلبة مثلا يسحب نشاط وشوف شو الموجود ويقدر يعمله هون تعطيل حتى يقدر هو يفكر أكتر مو دائما راجع له هو غالبا بيكون نقل أطفال أنا بقل لهم لما ببلش يزيد نقلوا أنه أنا شو أعمل أنا مالل فهو بيكون لأ عم بيدور على شيء تاني عند الأم اللي هو الاهتمام فممكن تعمل هي وياه نشاط مشترك أو ممكن تقعد تحاوله بأي موضوع أو تسأله شو صار معك بنهارك في هاي التفاصيل كتير مناسبة لحتى تقدر تجزم بين أنه هل هو فعلا عنده شعور بالملل أو ما له أدران يفكر أو لا هو بده يتواصل معه بطريقة معينة نعم طيب خلينا نحكي رندا عن تطبيق الروتين الصحيح هو بيتم تدريجياً أو لا لا من أول شيء بتحط لأم هذا النظام وأنه بتصر أنه كل مرة يتطبع لا بيبدأ بالتدريج خصوصي لما شفت كيف بيكون فيه اختلافات خصوص إذا هي بتشتغل إذا فيه عندها ظروف معينة ممكن يحدث شيء هيك يجي فجأة تضطر تغير فيه نحنا الروتين أساساً ملتزم كتير بالشعور بالأمن والاستقرار للطفل خصوصي لما بيكون فيه عندي أنا أطفال عندهم اضطرابات معينة الروتين كتير مناسب لحتى يكونوا أكتر راحة وأكتر استقرار فلما أنا بدي بلش لزمه بشكل مباشر فأنا هذا عم بعمله ضغط معين هو بيغنى عنه حلاق يرفض منه فأي شيء أنا بقول لهم أي شيء بالحياة بالتدريج هو كتير بيكون مناسب وكتير بيكون إيجابي وبيعطي لمدى لبعيد استمرارية وأي شيء بيجي فجأة فهو بيروح فجأة لهيك كتير حلو يكون بالتدريج بطريقة أبدأ مع الطفل ضمن إمكانياته مثل ما قتلك بيبدأ بروتين مرين بعدين ببلش بقى أنا سبته كل من كان عندي طفل عنده اضطراب معين كتير مهم أنه أثبت له على روتين معين لضل محافظة على هذا الشعور بالأمان دائما لما بحس في أطفال انسحابيين أطفال عندهم خجل معين ما بيحبوا يطلعوا من دائرة الأمن هدول كتير مهم أكسر لهم الروتين فأنا دائما هون في عندي الطفل شو بناءه النفسي كأسرة أنا شو البناء الأسري التنشئة الموجودة أنا ويني كأم ضمن بيتي بيتي وخون أنا بقى بعرف إمتى لازم أكسر الروتين إمتى لازم حافظ عليه شو ردود الفعل هي اللي بتساعدني ردود الفعل للطفل هي اللي بتساعدني إنه هل هو سعيد مبسوط عم بيكون انسحابي أكتر عم بيكون مندفع أكتر هون أنا بقدر أضمن تماما إذا كنت ماشي بالخط المناسب أو لا بموضوع الروتين رندا نشكر كثير على كل المعلومات اللي اعطيتين إياهم نتمنى لك نهاري كتير حلو شكرا لك شكرا لك شكرا لك رندا شكرا لك